يوم السبت إن شاء الله مباراة الأهل والزمالك في الدوري العام المصري أنا بقى أطالب اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية المحترفة قبل بس النهاردة مش هنتكلم كتير عن مباراة الأهل والزمالك إن شاء الله من بكرة بقى نبتدي نتكلم فيها لكن إن شاء الله يوم السبت المباراة كل اللي أنا بطلبه من اتحاد الكرة ومن رابطة الأندية ومن الهيئة المسؤولة عن المنشطات إن هي تكون موجودة يوم السبت ويتم أخذ عينات للمنشطات طبعاً من لعبة الأهلي ولعبة الزمالك عايزين نبدأ ناخد العينات ونبدأها من مباراة كبيرة زي مباراة الأهلي والزمالك ونبتدي ناخد عايزين تاخدوا من الجهاز الفني والجهاز الإداري أعتقد إن النادي الأهلي حيكون موافق على هذا الأمر كمان ما فيهش مشكلة ويبقى دوري بدون منشطات دوري بدون منشطات إحنا عايزين حاجة تبقى في صالح الكرة القدم المصرية مش هنلاقي مناسبة أحلى من مباراة أهلي وزمالك إلا عشان نعمل كده فأنا بقى طالب اتحاد كرة القدم ورابط معرفش هل ليهم ندحوة ولا ملهمش ولكن هم اللي خبطوا النادو اللي هي المؤسسة المصرية لمكافحة المنشطات ونبدأ من مباراة يوم السبت أجهزة فنية وأجهزة إدارية ومديرين كرة ولعبين كمان لو عايزين إحنا مستعدين لكل حاجة نادي الأهلي مستعد لكل حاجة ومش هنلاقي مباراة أحلى من مباراة أهلي وزمالك نبدأ فيها الموضوع ده والناس تاخد العينات عشان يتم تعميم هذا الأمر على الدوري كله مش هنلاقي مباراة أحلى من مباراة أهلي وزمالك بصراحة يعني أكبر فريقين في مصر فأتمنى أن ده يحصل يوم السبت اللي جاي علشان بيني وبينكم ونعمل الدوري ده بداية من يوم السبت دوري كرة القدم رابط الأندل محترفة خالي من المنشطات أو بلا منشطات تبقى حملة للتوعية لأنها مش للعبت الكرة بس بالمناسبة ولكنها لكل الرياضيين ولكن خلينا نبدأها يوم السبت إيه المشكلة؟ فرصة شعبية كبيرة جدا أن يبقى فيه أهلي وزمالك ماتش جماهيري كبير جدا أكبر ماتش جماهيري في الموسم في مصر وفي الوطن العربي وفي كل حتة وأعمل حملة للتوعية واخد حملة من اللاعبين عايزين تاخدوا من أجهزة أو عينة من اللاعبين ناخد عينة من اللاعبين ونعملها أجهزة فنية وأجهزة إدارية ومدرين كورة وكل الناس ونشوف ونبدأ هذه الحملة من يوم السبت القادم أنا بس حبيت أن أنا اقتراحه وبقدمه على الهوة هو للمصلحة بلدي ولمصلحة الرياضة المصرية دوري رابطة الأندية وكل حاجة ولكن دوري بدون منشطات دوري خالي من المنشطات أتمنى أن ده يحصل بداية من يوم السبت القادم ترجمة نانسي قنقر